من جانبه أعرب وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي استعداد بلاده للتعاون قائلا إن العراق بحاجة ماسة للدواء ولتطوير نظامه الصحي الشعب العراقي بحاجة ماسة إلى الدواء لتطوير نظامه الصحي وكذلك بحاجة إلى تقطية شاملة في مجال التلقيح وإيران كبلد مجاور يمكنه أن يوفر جميع هذه الحاجات وهذا مصدر فخر وسعادة لنا وأنا أصرح لكم أننا نغطي حاجة البلاد للدواء بمستوى 97% وهناك لدينا 66 جامعة للعلوم